وعلى مستوى السوق السعودي أيضا فقد اغلق المؤشر الرئيس تاسي تدولة اليوم على انخفاض بالنسبة بلغة 33 من 100% يغلق عند مستوى 12354 نقطة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال و309 مليونة جاء سهم شركة ثمار التنمية القابدة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا نسبة بلغة 7% ليغلق عند 15 ريال و56 هلالة تلاسهم شركة السعودية لصناعة الورق نسبة بلغة 6.57% ليغلق عند 81 ريال و10 هلالات كما ارتفع سهم شركة المتحدة للتأمين تعاوني بقيمة بلغة 5.30% عند 13 ريال و12 هلالة بينما تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا نسبة 7% فاصل 14 عند 13 هلالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر